موسيقى جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مستهدفة ناليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الرهدة بمحافظة تعز وقالت مصادر ميدانية ان سلسلة غارات الجوية لفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة بيت حاميم جنوب الرهدة وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات والمناطق الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع مواجهات مستمرة في جبهات القتال يحرز الجيش خلالها تقدما مستمرا جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مستهدفة آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية ان غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة اليسبل بالسوادية شمال شرق البيضاء كما لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة قانيا على حدود محافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية ان القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو ابو علي العكمي الذي عينته الميليشيا قائدا لمحور البيضاء لقي مصرعه بنيران قوات التحالف في قانيا واوضحت المصادر ان القيادي الحوثي لقي مصرعه الى جانب عدد من مرافقه خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني واكدت المصادر ان قوات الجيش انتشلت جثة بعد التقدم وفرار الميليشيا وقامت بنقلها الى محافظة مأرب نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية نوعية خلال يومين الماضيين تمكنت خلالها من تحرير ثمانية كيلو متر باتجاه محافظة صعدة الحدودية مع السعودية وقال قائد محور صعدة العمد ياسر الحارثي ان قوات الجيش الوطني قامت بعملية تمشيط للجبال والهضاب والتباب الواقعة ما بين سلسلة جبال الوعوع وحتى قمم رأس الطير ولفت القائد العسكري لان الجيش تمكن خلال العملية من تحرير جبال الضراوي وتاج الهرم وسلسلة جبال رأس الطير بعد معارك عنيفة مع المسلحين الحوثيين وحسب قائد محور المنطقة فان المعركة مستمرة حتى تحرير المحافظة بشكل كامل من قبضة المسلحين الحوثيين واشار موقع الجيش اليمني الى صغوط عدد كبير من القتلى والقرحة لم يحدده بالضبط في صفوف مسلحي جماعة الحوثي اضافة الى معدات عسكرية تركوها اثناء المحارك سيرت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي قافلة مساعدات غاثية وايوائية الى منطقة الصدرين في مريس بمحافظة الضالع تخيفا للمعاناة التي يعيشها سكان المنطقة التي زارها الفريق التطوعي للهلال مؤخرا لتفقد احوالهم والاطلاع على احتياجاتهم لتلبيتها واشاد نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع في تصريحات له بهذه المناسبة بهيئة الهلال الاحمر الاماراتي وجهودها المتواصلة بالمحافظة ومختلف المحافظات اليمنية المحررة ووصف وصول المساعدات الغاثية والايوائية الى سكان منطقة الصدرين وبينهم نازحون بانه لفتة كريمة من ابناء امارات زايد وثمن دور دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد عنهيان رئيس الدولة حفظه الله وادرعها الانسانية الهلال الاحمر في مختلف المجالات تواصل ميليشي الحوث الانقلابية احتجاز عدد من الشحنات المحملة بآلاف الكراتين من التمور المقدمة كمساعدات انسانية لمحافظة ايب وسط اليمن وقالت مصادر محلية بان ميليشي الحوث الانقلابية تواصل منذ يومين احتجاز قاطرات محملة بآلاف الكراتين المحملة بالتمور والمقدمة كمساعدات إنسانية لأبناء المحافظة من إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيعها في شهر رمضان خصوصا مع زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية والناجمة عن الإنقلاب والحرب التي جلبتها ميليشيا الحوثي وأضافت المصادر بأن الكمية المحتجزة تبلغ قرابة 25 ألف كرتون من التمر وتطالب الميليشيا الإنقلابية بفرض رسوم جديدة على التمور في الوقت الذي تواصل فرض رسومها غير القانونية على مختلف المواد الغذائية والتجارية القادمة للمحافظة والتي يتحمل تبعاتها المواطن وتزداد أسعار تلك المواد بشكل كبير اشتركوا في القناة